لا شيء يحدث للإنسان إلا وقد منحه الله القدرة على تحمله مفهوم عميق لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا تحزن إذا أجبرت على التعايش مع وضع يؤلمك بل ابتسم لأن الله قال بكل رحمة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم تمر بك لحظات تظنها من أصعب اللحظات في حياتك فإذا بلطف الله يلوح لك يضمد جرحك ويكشف كربك ويقضي حاجزك وكأنه ما مر بك ضيق الله لطيف بعباده تأكد أن الله لن يخطلك أبدا رغم عظم أخطائك وتراكم أوجاعك وصعوبة مشاكلك الله بصير بكل ما يحصل لك الله معك دائما وليس ضدك سلاما للذين يؤمنون بقسمة الله وعدله وأن كل شيء زال منهم زال عنهم وأن كل ما ذهب من أيديهم لم يكن بالأصل لهم وأن عطاء الله رحمته ومنعه حكمة وأن من تمام الإيمان أن نؤمن بحكمة الله التي لم نراها كما نؤمن برحمته التي نراها ونعم بالله حياكم الله شكرا للمشاهدة